السلام عليكم شوانكم شوانكم شوان اخباركم شوان الله كله بخير الفيديو اليوم عن عددات الويندوز مو بس الويندوز في بعض عددات من الويندوز بتتعلق بالمعالج عشان يستخدم كامل قوته وفي بعض عددات ممكن اغلبية منكم يعرفوها ومسوينها لكن انا بظن انه في بعض العددات البعض منكم ما يعرفها فعندي ست خطوات هون عندي باللاحة كل خطوة راح اشرح يعني اش لازم تسوي فهالشي راح يساعدك انه الفيس او الفريمات بالالعاب الصير على شوي يقل استخدام الانترنت بسبب التطبيقات اللي تشتغل بالخلفية بدون ما تعرف والشغلة هدول ومتلم اغلب لكم بعض العدد واحد متعلق بالمعالج فانصحك بشدة انك مهما كان معالجك ايم دي ولا انتل ولا ما بعرف ايش اتوقع نفس الخطوات فالمهم عشان يستخدم المعالج بشكل كامل فقبل ما نبدأ ازا ما انت مشترك قناتي بالتويتش الصفحة بسوي عليها بتتبوه بجي ستيم فهي هي الصفحة متل ما كم شايفين السوري جيميك اه كتير حلو ازا انك بتروح وتعطينا اشتراك وتتابعنا هنا. المهم خلنا نبدأ بدون بدون مطاوة الحكي كتير اول الاعداد عنا بالا هو اعداد عشان الاستخدام المعالج فالخطوة انك تضغط كبسة يمين تعطيرا عشان يطلع لك هاي النافذة بس في خطوة اصفل منها اه الكبسة الويندوز وحرف الار فبرضو رح يطلع لك هون الخيار عشان تكتب الامر اللي بدنا نتطرق له بس بعد شوي اه اللي لازم تكتبوا هو ام اس سي او ان اف اي جي ام اس كون فينج متما كم شايفين اتعطي اوكي بعد ما اتعطي اوكي رح غالبا يكون اه الخيار موجود عن نورمال ستارت اوب يعني هالشي رح يحمل لك كل شي خدمات كل شي درايفارس كل شي ديفايس فانا اعطي اه سيلكتف او انتقاي يعني بشكل اه مش 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 بشكل كامل بس يعني يحملي الشغلات المهمة السيستم سيرفرس خدمات النظام والايتمس او العناصر اللي تشتغل مع اه اثناء اه اقلاع الكمبيوتر فما في داعي يشغل لكل شي هالشي رح يسرع لك من من انه الجهاز يشتغل بشكل اسرع ماشي اعفوا هاد اول اشي تاني اشي بدنا نروح على قائمة البوت قائمة البوت هو يكون كان عن اه غالبا تكون ثلاثين ثانية انا احط عشرة ما رح يأثر شي على الجهاز عشان بس هو يعني يعطيك انه اه الجهاز يشتغل بشكل اسرع شوي لكن القائمة المهمة اللي تتعلق بالمعالج هي متما كم شايفين قائمة البوت ادفانست اوبشنس عددات مخصصة ضغطنا عليها رح يطلع لك هاي النفذة الجديدة متما كم شايفين المهم اه غالبا تكون هادا اشارة الصح هون اه ما عليها اشارة اه ما عليها اشارة اشارة صح ودائما يكون هيك بهالشكل هادا رقم واحد فانت ايش لازم تسوي لازم تعطيه اشارة صح وتختار اعلى الرقم عندك عشان يستخدم قوة المعالج او النواد او البرستسر يعني بشكل كامل لانه هو غالبا وقت تكون وقت تشغلها وقت تشغلها اذا شغلتها رح تكون ايها على رقم واحد لكن انت اختار كاقص حد يعني اعلى رقم عندك اياه تمانية اتناعش ستاعش هالي عندك اعطيه هيك وعطيه اوكي هيك رح يستخدم قوة المعالج كاملي هادا اول شيء وبيجي وراها خطوة جدا مهمة لا تنساها من خانة العددات ترو تكتب الباور او الطاقة بدك تختار اداء عالي ادشنل باور اوبشن مثل ما كم شافينه هذا الخيار وتعطيه اه هاي برفيرمانس عشان ايش سوي يستخدم او يعطي طاقة للمعالج بشكل كايا يعني البديان معارج على راحته مو والله يسوي حفظ الطاقة وما بعرف ايش بلانس او سيف اه باور حفظ الطاقة ما بعرف ايش لا اعطيه اداء عالي وخلاص هاي اول خطوة يا شباب عن المعالج وشوي عن الطاقة اه الطاقة كانت الخطوة الثانية الخطوة الثالتي اه ستارت اوب اه تاسك منجر اه كليتنا بنعرف ان وقت لتشغل اه جهازك الكمبيوتر فراح يشغلك برامج وتطبيقات بالخلفية حتى انت يعني ما ما يعني ما بتشوفها ولا بتعرف انها شغالة لكن هالشي بياخد من اه يعني بعض البيانات من الانترنت ممكن يسببك شوي اه يعني البنج يصير عالي فااااة تسونا انك تطفيها اه كبسة يمين على الشريط البالاسفل من كما ما كم شايفين بالماوس تسك منجر تكبس عليها تجي على خانة استرت اوب وكل شي يعني الكورتانة تطفيها بس الاشياء الاساة اللي ستما انا مخليه شغال ليش عشان فورا اذا فيه تحديث يحملوا بنفسه تلقائيا اما باقي الاشياء كل شي تطبيقات ما بدك ياه تشتغل مع اقلاع الكمبيوتر فكبسة يمين عليها وراح تشوف كلمة تعطيها فالستاتس او الحالة يعطيك فخلاص انتهيكم تطفيها فبالطريقة هاي جدا مهم انك تسوي اشيهات عشان ما يستخدم من الانترنت وما يستخدم من اداء المعارج او الطاقة بالجهاز الخطوة الرابعة هو برضو بالعدادات بتاع الجيمينج متما بتعرفوا هدا بتاع الجيم مود فجدا مهم انك تطفي كل شي كل شي هون تشوف شو هاي تكون شغالة تطفيها تطفيها كل شي شغال تطفي ما عدا الجيم مود فايش فائدت الجيم مود في كتير يعني حوارات صارت عن هالشي هذا تخليه شغال لون طفي اه بصراحة ما في فرق كتير بين الاتنين وبالعكس يعني ازا خليته شغال فالجهاز او نظام الويندوز راح يعطي اهتمامه يعني على الالعاب يعني وقت تفتح اللعبة ما راح الويندوز يشغل نفسه بالتحديثات النظام ومبارف ايش لا فراح يركز لك على اللعبة فاشي حلو انه يعني ينسى التحديثات ويركز على اللعبة بس فخلي شغال الوحيد من بين هال من قامة الجيم مود فخلي الجيم مود بس شغال هاي الخانة والباقي كله طفي يشيل لانه شرط الصحول ما بعرف ايش هذا برنامج التسجيل بروش لك برنامج بتاع اذا اذا عندك انفيديا الشدو بلاي راح يفيدك اكتر وزا ما عندك انفيديا فا استخدم اه هذا شو اسموه او بي اس او ستريم لابس عشان التسجيل لو 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 بي اس افضل بصراحة لانه استخدم اه طاقة اقال وحملو اقال على المعالج هاي كانت الخطوة الرابعة الخطوة الخامسة برضو من العددات نفسها بس لكن اه بخانة مختلفة البرايفيسي اه انا مطفي هون كل شي يا شباب طفي كل شي هادول ما يزمنها كبدا طفيها هاي هاي تطفيها وبجد المهم انك اه هو ده غالبا يكون معطوط على هاي الاشارة يعني عشان يرسل معلومات انت ايش زرت اي موقع ايش تصفحت اي عن ايش بحثت يرسل معلومات وما بعرف ايش فما بدنا اياها حتى لو اخترت الفوق ها برضو راح يرسل معلومات لكن بشكل اقل بس يلي المهمة لكن مش يعني المهمة يعني الخاصة فيك لكن معلوماتتي اللي راح يرسلها اقل بكتير من هالخانة اللي جوا متما كم شافين مكتوب اه اه يعني قصة كاملة فاختر الفوق هالشي راح يكون افضل وطفي هون اذا في عندك تدويتين اه اه هاي برضو شيل عشان اه ما يحفظ لك اه كل شي انت باحست عنه او ما بعرفيش على الجهاز فبرضو شيل عنها الاشارة وفي بعض الاشياء هون مثلا الوكيشن طفيها ما في داعي مثلا الكونتاكت ما في داعي تطفيها الفون كالس طفيها الكالهوستري شوف طفيها الراديو الراديو طفيها الباكجراوند اابس طفيها ما في داعي تخلي تطبيق شغال بالخلفية عشان يستهلك من الانترنت ومن اداء المعالج وما ايش متطاقة فهل الشيء هدول يعني يعني هما اشياء بسيطة لكن اذا صاروا يعني اكتر من شي يعني اه شغلة واحدة ما راح تأثر كتير لكن خمس شغلات اكيد راح تأثر كتير على الاداء فاجد امهم منك سوى الخطوة هاي اه هاي الخطوة الخامسة والخطوة الخطوة الاخيرة بصراحة برضو مهمة شوفو انا ما بعرف ازاي الجوز عند الاغلبية معروفة والبعض بجوز ناسيها انك اه نفس اول خيار امس كونفينك اه كبسة الويندوز وحرف الار ومثل ما قلت لكم تكبس كبسة يمين على بتاع الويندوز وعلى كلمة رن كبسة يصار فليطلع لك هذا الامر رن اللي تكتبو هون اه كلمة تم وتعطي اوكي كل الملفات هدول امسحهم كنترول و اي وعطي ديليت امسح كل الملفات بهالطريقة هاي تعطي ديليت ما رح ااثر ولا ايشي على الجهاز بعض الملفات ممكن يقول لك والله ما تقدر تمسحها فاعطي سكيب واذا قل لك والله متابعة امسح هذا الملف فاعطي متابعة هذول الملفات كلها تعمل ملفات اه على الفاضي ما رح تأثر لا رح لا تمسح بالنظام ولا ايشي لا تخاف برضو رح نعيد الخطوة مرة تانية احنا بالاول كتبنا التيمب لكن المرة التانية رح نكتب اشارة هاي بتاع المئة مئة بالمئة وبرضو كلمة التيمب وبرضو وراها اشارة تعطي اوكي برضو نفس الاشي كنترول اي وتمسح كل شي ملفات شوف مثل الشغلة هاي ما تفضل هون تعطي متابعة وحط لو عطته محاولة مرة اخرى تري اقاين فما رح يمسح فسكيب سكيب اكيد ما رح يمسح الشي سكيب عادي خلاص هم يستخدم الملفات هدول هيك بكل مسحنا هدول الملفات واخر خطوة تسويها يعني مسح ملفات تجعل سلت المهملات او بدون ما تفوت عليها هيك امتي امتي يعني مسح او افراغ فتطيس بشكل دائم كل شي مساح لكن انا بصح قبل ما تسوي الخطوة هاي برضو شايف هاي الايقونة هاي بتاع ال this pc كبسة يمين عليها او ازا ما عرفت مثلا شو ما بدك تدخل عليها بسيطة او ازا يعني بدك تضيفة بشكل اداق العدادات مثل ما كم شايفين personalization الخصوصية على themes ومن themes تروع على desktop icon settings تعطي اشارة صح لبتاع الكمبيوتر والcontrol panel وrecycle بين يعني بتاع المهملات لكن يلهم الكمبيوتر تعطي apply اوكي بيكون انضافت عندك تضغط كبسة يمين عليها properties بعد ما تضغط على properties راح جيك على هاي القائمة advanced system settings تطلع لك هاي النافذة ما في داعي تسوي ايشي اول خيار settings تضغط عليه settings راح جيك بالطريقة هاي شباب هاي شباب اهم خطوة لازم تسويها تطبقها عشان يصير الاقلاع والتنقل بين الملفات والبرامج وفتح الملفات او الالعاب بشكل اسرع ورح تلاحظ اشي عن جد يعني بعينك يعني مو والله خلاص هو اشي طبقته يعني اشي راح يطبق بدون ما تلاحظه لا راح تلاحظه هو غالب ان يكون let windows choose what's best for my computer يعني خلي الويندوز يقرر اشي هو الافضل لجهازي فانت ايش تسوي عطي adjust for best performers فراح هو ايش تسوي راح يطبق لك كل شي انا اللي مخليهم شغالات smooth edges of screen fonts يعني عشان الخطوط يعني يكونوا شوية الحواف بتاعهم ناعم هالشي ما راح يأثر ابدا خليها يشغاله والشي الثاني بتاع الصور المصغرة اذا انت فت على تطبيق مثلا خلينا فارجيك شوفك شلون اذا راح تمثلا على قامة D فراح تشوف بالشكل هذا يعني اظهار الصور المصغرة للملفات مثل الشكل هذا شايف انا عندي اي الصورة فراح هو انا قبل يعني ما ادخل عليها خلاص عندي اوكي انا اللي اشوفه انه هاي هي الصورة اللي انا بدي افتعها فخلاص اهي نفسه لكن اذا بدك تشيل عنها شرط الصح هاي الاشارة فراح فراح يطلع لك بس ايك ملف يعني عليه يعني لونه ابيض فما راح تعرف ايش محتوى فبرضو هالشي ما راح يأثر كتير او زي يعني انت ما تستخدمها فشيل عنها شرط الصح لكن متل ما قلتلك اجيس فور بيست فرمار برفورمانس اه يعني تطبيق لافضل اداء وبعدين اه حط بتاع الخط او اذا برضو ما يهمك الخط كتير برضو خليها بلا حط اجيس فور بس فرمار برفورمانس وخلي كل شي طافي اذا طبقتها الشي فراح تشوف يعني خاصة الويندوز راح يقلع وكل شي بشكل اسرع فهاي الخطوة برضو جدا مهمة والخطوة الاخيرة انك تجي على اقراص تعطيه كبس يمين على القرص اللي بدك تسوي له يعني تنظيف او خصائص تعطيه الطريقة هاي وتحدد كل شي يا شباب ولا تخافي يا شباب ما تخافوا ما رح ايثر ولا ايشي على الملفات كما قلت لكم انا دائما اسويها مرة كل اسبوعين لكن قبل ما تعطيه اوكي عطيه كلين اوب سيستيم فالس فرح برضو يعني يسوي تنظيف فبعد ما سوي التنظيف محتمال انه يشيل اشارت صح عن بعض الملفات فانت رد تحط اشارت صح على كل شي ملفات فايش هذا مهمته انه ننظف كل شي ملفات يعني مثلا مؤقتة او غير مستخدمة او قديمة انت ما تستخدمها او مش عايزة خاصة او مكررة بنفس الوقت ايش يو رح يسويها رح يجمعها كل ياتا ومنا عطيته اوكي تعطيه بجوز يطور شوي بعض الاحيان اخران شي جدا مهم انك تسويه بعد ما سوي اشي هات برضو كرر رو على الاقراس الثاني وبعد ما تخلص هالخطوة هاي رو على متن ما قلت لك بتاع الا اه يعني انا لازم بالاول شارح الخطوة هاي متن ما قلت لك بعد ما سوي تنظيف الاقراس رو برضو التيمب بدون اشارة المئوية والتيمب مع الاشارة المئوية وسوي تنظيف للملفات وبعد ما سوي هاي رو على بتاع الحاوية سلت المهملات ومسح كل شي وهيكي انت بكون عندك صار ويندوز سريع جهاز سريع اكيد يعني اذا جهازك جدا 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 ضعيف اكيد رح يعطيك يعني اداء افضل شوي ف وانا بصراحة يعني ما نصح تتوقع والله رح اعطيك اداء اسطورة اذا كان جهازك جدا ضعيف لكن اذا جهازك متوسط او ضعيف نسبيا او يعني ايكي شي شوية مشاكل تواجهة فبهالخطوات دول ان شاء الله رح تنحل المشاكل وراح اعطيك اداء وراح تلاحظ بنفسك فطبق كل الخطوات دول بصراحة يعني اهم الخطوات اللي ممكن تطبقها بالويندوز وبالمعالج وبالطاقة وما عندي اي فكرة يعني اذا فيه غير هالعدادات اللي ممكن تطبقها وان شاء الله يعني اذا خطر على بالي شي اعدادات برضو مهمة فان شاء الله رح انزل عنها فيديو فهذا كان كل شي شباب لا تنسان من اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس التنبيهات وزورني على صفحتي بالتويتش اشتراك وتابعنا على بثويت بوب بوب جيس تيم يوميا السلام عليكم ورحمة الله شكرا للمشاهدة